المتنبئ شاعر العربي الذي لا يجارى قال فيه الأديب العقاد في كلام من معناه فخر العرب وترجمان حكمتهم كلمات تخطت الأيام والقرون وسمعت من وراء القصور والقبور وهو الذي يقول عن نفسه أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم وله أبيات شائعة ذائعة ماتعة في الحكمة حفظها الحكماء والعلماء والأدباء والملوك وسهر على شعره الشعراء ومرئة الكتب بجميل حكمه سارت بشعره الركبان وسمر على شعره الحكماء والأدباء وقد قيل فيه الشعراء يمشون أما هو فيطير ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن أحد الشعراء دخل على أحد الملوك وقال له أنا أشعر من المتنبع قال له كذبت المتنبع له ثلاثمائة بيت تدور على ألسنة الملوك فضلا عن غيرهم فقد استشهد بأشعاره الملوك والعلماء والشعراء والحكماء والوزراء والأدباء والفقهاء أصبح الشاعر الأول وحصد الجوائز لما حضر عند عضد الدولة وحضر ثمانون شاعرا تغلب عليهم المتنبع جميعا بجميل شعره وروعة بيانه وفاز بالجائزة ومده عضد الدولة بقصيدة رائعة جدا قال في مطلعها فدى لك من يقصر عن مداكا فلا ملك إذن إلا فداكا قصيدة جدا رائعة كلمات وعذبة سهلة رقراقة ومن أبياته الرائعة في الحكمة قوله لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم وهو الذي يقول المجد عوفي إذا عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم وما أخصك في برء بتهنئة إذا سلمت فكل الناس قد سلموا وهو الذي يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال وهو الذي يقول ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام العجيب أن هذا البيت أحد رؤسا فرنسا أمر أن يكتب على الدبابات الفرنسية حتى يشجع الجنود ويحمسهم يقول المتنبئ ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام يقول أشد العيوب التي رأيت في الناس أن الإنسان يكون عنده طموح وعنده قدرة على الإبداع وأن يصل إلى المجد وإلى القمة ولكن لا يفعل وهو الذي يقول وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل وهو الذي يقول أنام من الأجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم يا الله بيت جدا رائع يقول ألقي القصيدة وألقي الأشعار ثم أنام من الأجفوني مرتاح ما علي في أحد أما الناس والخلق فإنهم بعد ذلك يسهرون ويتعبون في حفظ قصائدي وروايتها وشرحها واستخراج الفوائد والحكم منها وهو الذي يقول وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا يا الله هل سمعتم بهذه العبقرية وهذا الذيوع والسطوع واللموع يقول الدهر كله والناس كلها تروي قصائدي وتحفظها جيلا بعد جيل إذا قلت شعرا أصبح الدهر كله منشد شبه الناس بالدهر فكأنه إذا قال القصيدة أتلقفتها الناس وأهتموا بها وأنشدوها ورووها وبما أننا نعيش في أيام عيد الفطر السعيد عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجري عشان كذا لبست لأننا في أيام عيد ويستنل الإنسان في أيام العيد أن يلبس أحسن ثيابه أحببت أن أذكر أبيات المتنبئ التي يقول فيها عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد قال المتنبئ هذه الأبيات عن 350 هجري وهو يتهيأ من الهروب من مصر وأتاه العيد عيد الأضحى في حال غير طيبة فقال هذه الأبيات مخاطبا العيد عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد يقول للعيد يا عيد أنت جيت بأي حال وبأي وضع هل جئت بما مضى من الهموم والأحزان والمتاعب أم جيت بأمر جديد وخبر مفرح وسار بأي حال عدت يا عيد خبرنا ثم قال أما الأحبة فالبيداء دونهم يعني أحبابي بيني وبينهم بيداء والبيداء هي الصحراء دوني ودونهم وبينهم وبينهم مفاوز وصحراء فهم بعيدين عني يقول كيف أفرح وأحبابي بعيدين ثم رجع مخاطبا العيد فقال له فليت دونك بيدا دونها بيد يقول ليتك أيها العيد ما أتيت وليت البيد والصحراء التي بيني وبين أحبتي أضعافها تكون بيني وبينك ونحن نخالف المتنبئ فيما ذهب إليه فالإنسان يجب أن يفرح بالعيد ويستشعر فرحة العيد وطعم العيد ولو كان على أي حال كان ولو كان بينه وبين أحبته مسافة ولو كانوا بعيدين ولو كان لوحده ولو كان منقطعا ولو كان معزولا ولو كان في كرب ولو كان في هم ولو كان في حزن فيسن له أن يفرح بالعيد فهو هدي وسنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الفرح بالعيد والاستبشار به وإشاعة الفرح والسرور في النفس وبين الأهل والأصحاب والقارب فهو شعير من شعائر الله والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال ما هذان اليومان قالوا يومان نلعب فيهما قال قد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى فهذه شعيرتنا أهل الإسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة فهو يوم فرح وسرور وانبساط وقد قال الله تعالى لكل أمة جعلنا من سكى قال بن عباس رضي الله عنهما أي عيدا فهذا يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور وما سم يعيد قالوا إلا لأنه يعود ويأتي بالفرح والسرور فإفرحوا بما أنعم الله عليكم من المال والأولاد والأهل والمسكن والملبس ونفرح بما أنعم الله علينا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابه العزيز ونفرح بما أنعم الله عليكم ونفرح بما أنعم الله عليكم